السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم عاملين إيه؟ يارب دايما تكونوا بخير نصلي على رسولنا عليها أفضل الصلاة والسلام هنتكلم في خبر محزن جدا وفاجعة هزة الوسط الفني كله برحيل فنان كبير ومخرج كبير ومشهور جدا وله قدر كبير جدا من الأخلاق ونحط تحتها كذا خط بصراحة يعني الفنان الكبير كمالة بوريا نعاه بمنتهى الحزن والأسى وفاة المخرج الكبير بالجد مخرج كبير يا جماعة هاني إسماعيل بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة جدا جات له أزمة قلبية كان رايح يعمل فحص جات له سكتة قلبية محدش كان معاه هو حتى زوجته لسه عارفة الخبر بعد ما انتشر لأن محدش كان موجود معاه الفنانة نهال عنبر عدو في النقابة أعلنت ذلك وقالت أنا كنت دايما بتواصل معاه وأنا حزينة جدا على رحيله وكمان فادية عبدالغني اللي نعته قالت أنا مش قادرة أسدق الخبر دا يا جماعة أنا مصدومة قلولي الخبر دا بجد ولا لأ كتبت كده على صفحتها طبعا إحنا عارفين إنه هو ليه عدة أعمال من أهمها طبعا مسلسل سوق العصر اللي هي كانت بتشارك فيه فادية عبدالغني وأحمد عبدالعزيز وكمان الجزء الثالث من مسلسل السيرة الهلالية ومسلسل الحساب عام 1998 عدد كبير جدا من الفنانين نعوه منهم طبعا عمر محمود ياسين اللي قال على صفحته كان بداية معرفتي بالوسط الفني عن طريقه هو الإنسان الفنان المحترم المخرج الكبير هاني إسماعيل في زمة الله وناس كتير نعوه الملك والدوام لله كمالة بورية كمان ماستحملش الأمر أو المعرف طبعا ذهب لي علشان يتلقى العزاء بتاعه لحد الآن لم يتحدد موعد للجنازة هو حاصل على لصنص حقوق عام 1979 وكمان حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الإخراج كمان كان أخذ جايزة الإخراج الزهبية عن مسلسل سوق العصر كمان قام بالتدريس في المعهد العالي للسينما وعدو لجنة الدراما العليا باتحاد الإزاعة والتلفزيون عمل بتلفزيون في المملكة العربية السعودية كخبير في الإخراج التلفزيوني وأخرج العديد من الأفلام التسجيلية والأعمال الدرامية منها مسلسل بداية النهاية وليالي رمضان ومسلسل الدكتورة ومسلسلات كتيرة جدا وأهم الأعمال المصرية مصرحية شغال آخر زمن لأعمال كتير ربنا طبعا يرحمه هو إنسان قبل ما يكون مخرج أو فنان ناس كتير حزنت عليه فهو إنسان زو خلق كل اللي تكلم عليه من بعد وفاته وده اللي بيهمني في الأمر هي سيرة الإنسان بعد وفاته عكس تماما يعني ناس كتير يعني بتموت عذروني على يعني لو تلخبط طبعا كلنا بنتكلم الأيام دي في نوال الساعدة وأكيد حضراتكم واخدين بالكم الناس محدش قال الله يرحمها لما دخلت أبحث عن هذا الرجل المحترم بجد لقيت كمية من الناس حزينة وزعلانة علشان أخلاقه قبل ما يكون أعماله فهو إنسان محترم ولو أعمال تدرس طبعا نتمنى له الرحمة ادعوله بالرحمة إن لله وإن إليه راجعون المخرج الكبير هاني إسماعيل في زمة الله بعد تعرضه لوعقة صحية بشكركم سلام عليكم ورحمة الله